أقلق في شهر شعبان شهرين شعبان مثلا يسعى الغرب العالمين عز وجل أذكره سن أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ينواسي سقسا وشبه لن نبي صلى الله عليه وسلم إن يسن زركتو زمض على طول العام مك شهرين شعبانتو زمضة طاس برابر الشهر عدان إن يسن نبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم إن الشهر كان شعبان أتصيق غفلين في الله أتصيق غفلين في شعبان ومعنده شدينا أثن شعبان يرجب ورمضان إن يكن في صلى الله عليه وسلم الشهر يذي سكسة لي ربهم الخذمان العباد غورس ترفع الأعمال إلى الله إن يسحب غتل الخذمو نكين الزمن أكيك توصي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نظن إند عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله إنه يكول الشهر أكثر من نبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يطلع في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح إنه يكسمرين في شعبان أيث مثل أربي سبحانه وتعالى قدموا قلغ العباد أذي أعفو ربهم إلى العباد جميعا المؤمنين يقوح ذنى ربهم حشا سن العباد سن العباد سن العباد سوحر من أيث مثل أو أغي حرم ربهم قرح مينس أمز ورؤل المشرك ون يخمنا شركة ربهم ون يتخمنا شركة ربهم يتومنع يتوحرم قل مغفرة رحمة ويسينا المؤمنين مشاحين زرنا شلم عن اسم مشاحين يسعش حنا يرزد العباد يرزد وثمث نيس يرزد المولانيس يرزد العباد يتناغ يقدزم يقدزم يزوران يرزد العباد وكي رب نسي عفره يثمث أطاسنا العباد أسمى سيدي لها أسمح مثل هان كني قرنا أتم وفاق نقوي قرون إلهان العباد يتوغين يعدان لكن الشيطان يزدغيث يقول لك هذا ما يخدم هذا ما يخدم يقول لك هذا ما يخدم لكي يخدم من العباد يرزد العباد يرزد سبحانه أذي عفو في الله إن شاء الله سبحانه وتعالى